مرحبا أصدقائي أهلا وسهلا بكم من جديد فيديوه اليوم مثل ما وعدتكم على المنتدى أنه أنزل الوصفة اللي كانت على المنتدى وصفة كلش سهلة وبنوتي صغيرة رمو ما سوتها وهاليوم هي راح أتسوي لكم إياها ورح أترككم شوية وياها مرحبا أنا ريما رح أسوي وياكم الباف باستري مع كريمة وفواكه يلا هسا رمو ما قولي لنش راح نحتاج حتى نسوي الوصفة نحنا حسا راح نحتاج عجينة الباف باستري الجاهزة اللي هي هاي راح ألمتها بالصونية على الورق الزبدة بهذا الشكل يرمو ما وبعدين ش راح تسوي بعدين راح نقطعها بالقطاقة أو بالسكين بهذا الشكل مربعات أو تقدرون تسوي بأشكال ثانية يعني تقدرون تسويها دوائر وثلثات هذا اللي تقصد برمو ما أنه تقدرون تقطعوها بأشكال ثانية هسا راح نحضر الفرن على درجة 180 درجة مياوية وندخلها لمدة 15 دقيقة حتى يصير لونها ذهبي طبعا ما يحتاج نحط لها لا بيض ولا أي شي قبل ما ندخلها الفرن هالشكل ندخلها الفرن حتى يصير لونها ذهبي هسا نحضر الفواكه اللي نحبها أي شي موجود لدنا أنا حطيت موس كيفي كاكي فاكهة النجمة وأنواع التوت الماري وهسا ريمة هنا جاي تحضر لنا الكريمة هنا استعملت الكريمة الخفق وإحنا هذا متوفر عندنا بألمانيا الزان أبارات كل علبة كريمة تخفق تحط لها تقريبا ثلاث ملاعق من باودر الزان أبارات إذا أنتو تقدرون تستعملون طبعا الكريم شانتي ينطي نفس الغرض هسا مثل ما ماما قالت راح أحضر الكريمة أخلطها بالخلاطة الكحربائية حتى تنطي كريمة متماسكة بهذا الشكل رموما الحلوة كملتنا الكريمة خفقتها حتى تصير متماسكة والعجينة هسا حطيناها بالفرن وطلعت من الفرن وتركناها تبرد بالتأكيد بعدين راح نبدي بتزيينها لازم تركوها تبرد لان ما يصير تحطون الكريمة عليه وهي حارة لان راح تزوب الكريمة شكرا ماما هسا راح نبدي نزيين الباف باصري بعد ما بردت لان ما يصير وهي حارة راح أسوي بأشكال مختلفة مثل ما تشوفون راح أستعمل راس النجمة للتزين بهذا الشكل رموما جاي تزيننا الباف باستري كلش حلوة الأشكال اللي جاي سويها أترككم إياها شوفوا هاي أشكال حلوة صويتها وهسا راح نبدي نزيينها بالفواكه بهذا الشكل طبعا حلو لما أطفالنا يشاركونا وأولادنا يشاركونا وصفات المطبخ أو خاصة إذا البنات يتعلمون شي من الأم ويسووها ويطبقوها كلش حلوة هم يفرحون وأيضا الأم تفرح ببتها إذا سوت شي حلو دائما خلوا بناتكم يوقفونوا إياكم بالمطبخ يشوفوكم شو تتوون خاصة إذا هم عندهم هاي الهواية خاصة إذا هم يحبون يدخلون المطبخ يعني طبعا يعني أنا عندي البنات اثنين بس عندي البنت الكبيرة هوايتها بتعزيل البيت تنظيف البيت ترتيب البيت والصغيرة هوايتها توقفوا إياي دائما بالمطبخ تساعدني بالطبخ تساعدني بالشغلات المطبخ دائما خلوهم وياكم حتى يتعلمون ويطلعون فنانات يعني بكل شي وعدهم ذوق طبعا بالتأكيد يتعلمون الذوق من الأم شون ترتب شون تزين شون تسوي صحا أكيد يعني هاي شوفوا الأشكال اللي سوت هشقت حلوة بسيطة جدا الوصفة كلها بالكامل ما أخذت بيدها ساعة زمان بس على ما برد البلتتايق أو الباف بسري بعد ما طلعتها من الفرن خلتها يبرد وبعدين بدت زين بي كلش وصفة سهلة بسيطة خفيفة ما بيها دهون هواي ما بيها سكريات كثيرة ما بيها نشويات كثيرة أنا أشوفها وصفة كلش حلوة شكرا وهناري ما حبت تختم الفيديو وياكم وتسلم عليكم وتقللكم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وطبعا لا تنسون اضحطوا لي لايك والاشتراك بقناة ماما لعن كلش كلش حلوة ومفيدة أنا أحبكم باي باي مثل ما قالت لكم ريمة حبايبي لا تنسون اللايك الحلو للفيديو حتى يرتفع مشاركتكم للفيديو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الخاطر رموما وأقللكم مع السلامة في أمان الله وحفظه وإلى اللقاء في فيديو جديد آخر خفيف على القلب وسهل وسريع ترجمة نانسي قنقر